بالتأكيد شوف حضرتك هذا لم يكن العالم مطلقا لم يكن العالم والعراق جزء من هذا العالم يضع في حسبانا أن يواجه أزمة تعتبر أسوأ كارثة واجهتها البشرية يعني فيروس كورونا يعتبر واحدة من الكوارث من أسوأ ما واجهتها البشرية على الإطلاق هذا الإغلاق العالمي للعالم هذا العالم أجبر العالم أن يوقف كل أنشته الاقتصادية والاجتماعية والبقاء في البيوت مدن لا تنام اليوم أصبحت فارغة تماما وهذا بالتأكيد لدواعي صحية ومن طريقة من توجه علمي بغلقها فاليوم حضرتك تعلم بأن الصين اللي هي أكبر مصدر لإنتاج المستلزمات الطبية أثناء ذروة ازدياد أعداد الوباء قامت تستورد ما كانت تصنعها إعادة استيرادة يعني كل اللي موجود في دول العالم اليوم هو أساسا موضوع ضمن الخطط للاحتياجات الاعتيادية السنوية يعني نحتاج في عام 2019 مليون قطعة من المستلزمات الخاصة بحماية الكوادر الطبية أصبحنا محتاجين مثلا مئة في وقت قريب جدا بالوقت اللي المصانع كلها مقفلة الخزينة الاستراتيجية أصبحت الدول اليوم تحافظ علي موجود عدها خوفا من أن يسوء وضعها وتعلمون اليوم حتى مشاكل أصبحت داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة عدم نتيجة عدم وجود يعني تعاون أصبح كل دولة تستأثر بما موجود عدها حفاظا على شعبها يعني كل بلد يقول أنا أولا ومن ثم وهكذا بالتأكيد يمكن ما واجهنا الآن نعم هناك من استغل فرصة الطلب الكبير على الكمامات أو المعاقمات أو على الكفوف هاي المستلزمات الأساسية بالتأكيد حاول أن يرفع أسعارها بالتأكيد الخزين غير جيد هناك محاولة جادة أن لدينا دائرة مختصة اسمها دائرة التفتيش تتابع هؤلاء واعتقد بأن هناك إجراءات عقابية بالإضافة إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني